خضاء اتحاد العاصمة صهرة أمس مباراة ودية أمام نادي استقلال أهواز الناشط في البطولة الإيرانية ضمن الدرجة الثانية حيث أقيمت المباراة بملعب جرون كورفيز في ضحية إزميت التي تبعد حوالي 75 كم عن مقر إقامة أبناء السستارة بتركيا تشكيلة الاتحاد دخلت أجواء المباراة مبكرا حيث لم يمهل الشاب بورديم حارس استقلال أهواز سوى 9 دقائق ليهز شبكه ومرت الدقائق بعدها في صالح الاتحاد الذي عرف كيف يسير أطوار الشوط الأول مستحويدا على الكرة رغم ندرة الفرص المتاحة الشوط التاني بدأه استقلال أهواز بقوة وهز شبكه الحارس عبدالنور مرزوقي عبر ركلة جزاء بعد عرقلته من القائد العفوي في الدقيقة الثانية والخمسين اللقاء شهد بعدها عدة تغييرات على التشكيلتين حيث أدخل التقني والفرنسي فيلويد معظم اللاعبين في استثناء فرحات ناجيخ والد بدبودة وبليل المصاب اللقاء والذي عرف اندفعا بدنيا كبيرا وخشونة زائدة عن اللزوم شهد أيضا هدفا ثانيا للاتحاد في الدقيقة الثمانين من المهاجم صنبو واختتم به المباهرات صفيرة الحاكم لم تتأخر بعدها لتعلن عن فوز معنوي للاتحاد قبل المواجهة الأخيرة في ترابوس أمام الوحدة الأردنية الأحدى القادم علىولي لغريرات على عزنان على انتناولنا جيدا على استثناء دستوار لغريرات مجددا عزنان مجددا على المشاركات خارجة لذا نجد أنًا هذا جدا نراقم ديماس التعامل الآن جديد المفرمات الكثير منزال الجامر ومجد في المقبرة سيكون قد المرة شخصنا، ذهب بالأخير هل تحديان لإنها قلة